قال هنا دكتور لماذا هذه الأيام تحديداً لون باقي أيام العام فيها الأعمال أحب إلا الله كلمة وما خلقت الإنسة الجنة والإنسة إلا ليعبدون بالمصطلح الحديث علت وجودنا في الدنيا العبادة سبب وجودنا العبادة أرسلت ابنك إلى باريس لنال الدكتوراه من السوربون مدينة أكبر مدينة بأوروبا علت وجود ابنك الكريم في هذه المدينة الدراسة فالبطولة والذكاء والنجاح والتفوق أن أكتشف بوقت مبكر سبب وجودي في الدنيا إما أن أستنبطها استنباطاً أو أن أقرأها بكتاب الله وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون علت الوجود العبادة بس هناك التباس في موضوع العبادة عنا عبادة شعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة والنطق بالشاهدة وعنا عبادة تعاملية العبادة التعاملية تبدأ من أخص خصوصيات الإنسان من فراش الزوجية وتنتهي بالعلاقات الدولية منهج تفصيلي لكل حركات الإنسان وسكناته كسب ماله، إنفاق ماله، اختيار زوجته، تربية أولاده، علاقته بأمه وأبيه، علاقته بمن حوله، بالمقربين، بالأباعد، بالأقوياء، يعني منهج قد يصل إلى خمسين ألف يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية هذا كلمة دين تدين به تخضع له يعني أنت اشتريت مركبة حديثة وأنت قليل خبرة بالقيادة في ضوء أحمر تألق في هذه بلوحة البيانات لو أنه أنت توهمت أن هذا الضوء تزييني كي تتسلى به احترق المحرك وكلفك مئة ألف أما إذا فهمته بحسب تعليمات الصانع أنه تحذيري أوقفت المركب أضفت الزيت فالبطولة والذكاء والعقل والفلاح والنجاح وأنت أعقد آلف الكون وأنت حريص على سلامتك بلا شك وعلى سعادتك وعلى استمرارك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع الصانع هو الخبير قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير فأنا أرى أن البطولة أن تعرف الله في وقت مبكر وأنت تتحرك وفق منهجه بكبريات حياتك طبعا فيه أشياء صغيرة جداً اختيار الزوجة تربية الأولاد اختيار الحرفة في حرف فيه عطاء للناس حرف فيه أخذ فألصق شيء بحياة الإنسان حرفته وزوجته فإذا وفق فيه أختيار حرفة فيه عطاء تعليم فيه حرف كل عطاء تجارة البضاعة جيدة ما فيه غش ما فيه كذب ما فيه تلاعب بالأسعار والحجوم والأوزان والمقاييس فلذلك بين أن تتحرك وفق منهج الله فأنت في ذمة الله وفي ضمان الله وفي توفيق الله وفي إكرام الله وفي إسعاد الله جميل إذن الإنسان إذا فهم سبب وجوده هذا بالـ 12 شهر بالـ 365 يوم جميل بس الله عز وجل عمل دورات مكسفة هذا مصطلح حديث مواسم يعني نعمل دورة برياضيات لطلاب التوجيه دورة أسبوعين أبرز الموضوعات طريقة حل المعادلات إلى آخرهم ففي عنا مواسم فالصلاة موسم صلاة يومية موسم يومي سبحان الله والصيام موسم سنوي نعم والسنة بأكملها فيها طاعة لله عز وجل فالإنسان انطلاقا من حبه لذاته وبتعبير قد يكون غير مقبول ومن أنانيته من حبه لذاته صحيح ينبغي أن يتبع تعليمات الصانع كما تفضل الدكتور هذا على مدار العام سبل السلام جميل أنت في سلام مع نفسك وفي سلام في بيتك ومع إخوانك ومع والديك ومع كزبائنك ولآخرتك نعم ولطبعا وهناك هذا على مدار العام وهناك مواسم ربنا جعل فيها العبادة مضاعفة لتزيد من همة الناس إقبالا واستقامة على ذلك طيب شيخنا سنقف إلى فاصل قصير بعد هذا الفاصل سنتحدث لماذا هذه الأيام تحديدا فيها العمل أحب والله تعالى مما سواها من أيام نكمل هذا الموضوع مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النبيلسي عن فضل عشرة الحجة بعد وقف قصيرا مع الإعلانات فابقوا بالقرب حياكم الله مستمعين الأكارم وأهلا ومرحبا بكم معنا على الهواء عبر أثير إذاعتكم حيات الفهم في برنامجكم مع الدكتور محمد راتب النبيلسي موضوعنا عن فضل عشرة ذي الحجة نرحب بكم شيخنا الكريم أهلا وسهلا بفضلاتكم من جديد بارك الله بكم ونرحب بكم مستمعين الكرام في هذا اللقاء الذي يأتيكم أسبوعيا بحول الله تعالى كل يوم خميس من الساعة الثالثة وعبر صفحة إذاعة حاتفهم على الفيسبوك تجدون هذه الحلقة مباشرة وأيضا تحفظ بالصوت والصورة مستمعين الأكارم شيخنا الكريم قبل الفاصل كان حديث فضلاتكم شيخنا عن سبب خلق الإسان وأنه لو أدرك ذلك وصل إلى مصلحته الشخصية إن جازة تعبير أنانيتها وأيضا أدرك سر وجوده وارتياحه النفسي في الدنيا وفي الآخرة وذكرتم شيخنا أن هذا هو منهج الإسان على مدار العام لكن هناك أيام مخصصة يزيد الله فيها الأجور لتكون تحفيزا ليرفع الهنة دورات استثنائية نعم محفزات نعم مواسم طيب خير ليالي العمر دكتور خير ليالي هي ليالي العشر الأواخر من رمضان نعم نعم وخير الأيام عشر الأوائل من زي الحجر لماذا دكتور يعني لماذا خصها الله أكثر من عائدها الله عز وجل أراد لهذا الإنسان يلي ألف العبادة فبردت همته يؤديها تأدية أحيان شكلية فلما تابع الأداء الشكلي كأنه ضعفت همته نعم وضعف إقباله على الله فالله جعل له مواسم تحفيزية جددوا إيمانكم يعني أنت بموسم تدعو الطعام والشرب تدعو المباح تدخل لبيتك في رمضان والجو لا يحتمل حرارته وجائع جوع لا يحتمل وبحيث عطش لا توصف ما بتقدر تضع قطرة ماء بثمك أنت بهالطريقة هاي تتأكد أنك تعلم أن الله يعلم تتأكد أن الله سيكافئك يعني موسم للإقبال على الله موسم لشحذ الهمة موسم لفتح صفعة مع الله جديدة موسم لتوبة النصوع تجرف كل ما سبق فالله جعل موسم من توب برمضان بالعيد الأضحى من ضحي نطعم الطعام ننشر السلام نصلي بالليل والناس نيام نبلغ الجنة بسلام عملنا موسم عملنا مناسبات تحفيزات حتى نشوق إلى اللقاء معه يعني عفوا الطفل أيام بكره طعام ما بكره الطعام لما بدو طعم يحبه يتابع هذا الطلب كل يوم نعم كأن الله عز وجل ينتظر منا أن نذوق طعم القرب منه الله أكبر ابن آدم أطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحب إليك من كل شيء الله عز وجل أصل الجمال والكمال والنوال الذات الكاملة سبحانه وتعالى يعني إن لم تقل وقد سمح لك أن تتصل به إن لم تقل ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أطقى مني هناك مشكلة مع الله أنت مع أصل الجماد تصور مرة يعني في هولندا مهتمة بالورود بالنباتات الزينة بتلاقي حقول قطعة من الجمال لا تصدق هذا جمال الله عز وجل منحه لوردة منحه لفاكهة شوف لون الفاكهة وحجم الفاكهة وقوام الفاكهة هذا كله إكراما لنا يعني الدواب نوع واحد بيأكله كل حياته كم نوع فاكهة بحياة الإنسان كم نوع طعام كم نوع لحم فكلا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة باطن الأمن المؤمن عنده حالة أمن والله لو وزعت على أهل بلد لكفتهم والله يتمتع بحال للأمن لو وزعت على أهل بلد لكفتهم الدليل فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا وحدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك دقيق ما قال الأمن لهم لو قال الأمن لهم ولغيرهم أولئك لهم الأمن وحدهم لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن والذين آمنوا واتبعتهم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون لهم الأمن وحدهم نعمة الأمن التوفيق وما توفيق إلا بالله أسام بيوفق أيام بزواجه يوفق بعمل مريح ودخل معقول يوفق بأولاد أبرار ببنات صالحات محتشمات بتوفق بحرفة راقية جريفة في حرف ببني على معاصي وآسام أيام بتمتع بحريته ما في عليه مأخز ما له ملاحق مشى على منهج الله فحفظه الله والآمر ضامن يعني أنا بقول كلمة إيجابيات أن تعرف الله وأن تطيعه لا تعد ولا تعصى ملخصها أن تقول وأنت واثق مما تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد منه أنت مع القوي يعني عفوا طفل صغير إذا كان ابن ملك بخاف من الرجل الكبير ما بيخاف والده الملك نعم الله قال خاطب النبي قال له فإنك بأعيننا يا الله شو هي الكلمة هي متى إذا واحد تزوج وما أنجب هو غني وبيحب زوجة حبا جما ما أبدو يزعله بزوجة ثانية بعد عشر سنوات أنجب طفل آية في الجماك تعلق به تعلقا مذهلا فإذا أخذه إلى حديقة عينه عليه دائما فإنك بأعيننا أنت غالي على الله كمؤمن غالي عليه كثير أعطوه دواء ذات الجنب للنبي فغضب غضب شديد كأنه الورم الخبيث قبل أن يموت قال ذاك مرض ما كان الله ليصيبني به ومعنى إذا واحد امتحين به المرض سيلا لا ما أقصد هذا أطلاقا بس أنت كمؤمن بتحس أنه أنت غالي على الله في أشياء بتنهيك ما في بحياتك ما فيش من هذا واحد قال له دكان وبيؤدي زكاة ماله بالتمام والكمال جاء شخص قال له احترق دكانك بقي مطمئن قال له عجيب قال له أنا مطمئن ما كان الله ليفعل أنا أؤدي زكاة مالي والله مرة أخ أخ من قطر مجاور وأنا يعني صديقي الحميم راكب سيارته فضرب سيارة سورية والضرب كبير يعني بيحتاج لألفين تلتلاف لير والله أنا واقف السائق لما وجد اللوحة ليست سورية من دولة مجاورة قال له مسامح تفضل ما تشيه هالرجل هطلت من عينه دمعة شو هي الدمعة هو غني كبير يعني هو وفر تلتلاف لير لا مو هيك سألته لماذا بكيت لأنا قبل سنتين أسره من سوريا راكب سيارة بيجو وكل النساء محجبات ضرب سيارتي جاي عمي ذيك نزه بيروت ما حبيت انزعلوا النزا قال له مسامح الله أكبر بعد سنتين أنا استغربت لأنه سائق سيارة عمومي وهي عندهم قوة وعندهم كلام مجادلي قوية جدا لما لقاها سيارة ليست سورية من بلد مجاور أعفو عنها قال له مسامح أنا بكي قال لي أنا من سنتين وجد أسرة النساء محجبات ما حب يعني يزعلون سبحان الله فالله كبير جبر الخواطر ما عبد الله في الأرض بأفضل من جبر الخواطر شيخنا الواقع شيخنا كثير من الناس يسيروا على درب الله ويستقيم ويصلي ويصوم لكنه لا يشعر بهذا الجمال ولا بحلاوة الإيمان ولا بالصلاة المنعقدة مع الله ولا يشعر أنه أسعد الناس على وجه الأرض أين الخلل؟ لديك جواب دقيق بيت أربعمية وخمسين متر فيه 8 تريات رشنج الواحد يحق أبنئات الألوف فيه كل الأجهزة السلاجة والميكرويف المراوح التكيف كل شي فيه بس ما فيه كهرباء كله واقف هالتيار الكهربائي بنقطع بميلي متر بنقطع بمتر مدام فيه مخالفات فقد الإقبال على الله فقد الاستمتاع بالصلاة مدام فيه يعني سهرة مختلطة فيه مال له إشكال فيه مبلغ رشوة فيه مبلغ حرام فيه متع عينه بنساء لا يحللن له ماشي بالطريق فأطلق البصار فحتى لو صلى وصام لن تنعقد الصلة الكاملة هذا تلق بيت فيه كل الأجهزة بس ما فيه كهرباء فأنت لما لم تستقم استقامي كما أراده الله استقامي عن الكبائر كله يأتنا أخذ ألف بيت يا عمان خمر ما في نحن مسلمون لأنه زينة ما في قمار ما في قتل ما في وين مشكلتنا بالأشياء الصغيرة سهرة مختلطة يعني سياحة لا ترضي الله لأماكن موبوعة نعم فيه كتير مخالفات لما إنسان بفقد صرته بالله فقد السعادة بالدين بصير الدين عبق عليك العبادات عبق بصير أفواً بين أن تقول أريحونا بالصلاة وبين أريحونا منها أريحنا بها يا بلال صلى الله عليه وسلم بجوز واحد إذا كان له تأصيرات أو له مخالفات بتقول والله الحمد لله العشي خلصنا منه صلينا بين أريحنا بها بين أريحنا منها فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمدت غريبا واشتياقا لقربنا ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قدنا له قد صدقتنا الله يفتح عليك شيخنا إذا سيدنا الإنسان عليه أن يسير على شرع الله هذا الأساس لن يشعر بجمال وحلاوة هذا الشيء إلا إذا كانت كل سلوكيات استقامة يعني ليس فقط أدى الصلاة بل تجنب المال الحرام والكلمة الحرام يعني التيار متصل أطع التيار ميلي متل متر طبعا الميلي حسابه مو متل متر بس بالنهاية أطع صافي حجاب ولا يزال هذا الحجاب والله الآية بتخوف كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وكيف يزال هذا الحجاب بالتوبة الله يحب التوابين يحب المتطهرين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما ترك معصيم سواء لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الظنوب جميعا وسعت رحمته كل شيء ونحن شيء أنت شيء ولا شيء وبهذه التوبة شيخنا يصير إنسان إذا صلى أدرك جمال الصلاة التوبة تجب ما قبلها إذا رجع العبد إلى الله أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطياه وذنوبه إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين ونعم الله الله يفتح لكم يا دكتور شكرا لكم